على صعيد متصل حذرت الولايات المتحدة من أن أي تصعيد في لبنان بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية هناك وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن أي تصعيد للنزاع سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى الإسرائيليين أو اللبنانيين كما أضاف ميلر أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي للصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مؤكدا أن مخاطر التصعيد في شمال إسرائيل تعرض أمن إسرائيل للخطر ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول احتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتسعى للتواصل إلى وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت ممكن